كنا منكلم على فضل الدعاء الدعاء جزء من العبادة الدعاء اذا استجابوا ربنا فهو الخير اذا لم يستجيب فهو الخير مفيش قلق خالص لكن هنيجي للجزء التاني من الحلقة خلي بالك 90% من المصريين بيشتكم الانتفاخ 90% يعني ما اعمل عيادة يخش الي 10 9% من ايه من انتفاخ حلو اه حلو قوي طيب طب ما ندرس الانتفاخ عشان نحمي المصريين على فكر ديشاكوا عندنا بلدنا اكتر من اي بلد تاني اكتر من اي بلد تاني الانتفاخ في مصر ظاهرة ياكل الانتفاخ تعريفه انه غاز 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 اكثر من الطبيعي في الجهاز الهضمي تاني تعريف الانتفاخ غاز اكثر من الطبيعي تعني اقل supporter طبيعي فيه غاز طبعا طبعا اكثر من الطبيعي في الجهاز الهضمي بقى انتفاخ طب الجهاز الهضمي مكون من ايه ثلاثة المعدة والامعاء الدقيقة والقولون او الامعاء الغليز يبقى الانتفاخ هو غاز اكتر من الطبيعي فين في المعدة في الامعاء الدقيقة او الامعاء الغليز تعالى نتكلم عن الغاز اللي في المعدة عشان اقول لك خلي بالك غاز المعدة يزيد بتلت حاجات تلت حاجات والتلاتة مش امراض مش امراض واحد العصبية في الاكل تاكل بسرعة جدا ومتمدخش تاكل بسرعة جدا ومتمدخش اي تزلط خطير جدا مع كل لقمة دخلة دخل مع شوية هاوة مع كل لقمة دخلة دخل لان انت مش مدي فرصة للمدخ في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام عجبني جدا 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 من المرويات عن الرسول عليه الصلاة والسلام والله يعني هذا الرجل عليه الصلاة والسلام كأن استسكو للطب بيعلم الناس يقول ايه تكلموا على الطعام ولو بسعر السلاح شوف حديث صغير جدا يعني انت بتاكل تكلم ولو بسعر السلاح ده انا اشتريت السيف ده بخمسة جنيه فاللي قاعد قدامه هقولك يا راجل ده الراجل ده حك عليك ده بتلتة جنيه بتتكلم ليه عشان تاكل على مهلك الهدف انك تتكلم تاكل على مهلك والمضغ كم في المية من المصريين بيستخدم سنانه مع ان ربنا خلق السنان دي مهمة جدا ما بيمدخش ده بقول له واحد في العيادة والله بقول له انت ما بتمدخش قال لي هو مين اللي اخترع الرزب الملوخية المصريين قال لي عشان ازلطوه قال لي يا دكتور مفيش وقت للمدخ الهض والنبي تفتكروا الكلمة دي تفتكروه عشان خطري الهض يبدأ في الفم فالاكله عصبية بسرعة اللي خليك منفوخ كهوة زيادة في المعدة اتنين التدخين وانت بتشتر السجارة وبتعمل كهوة بتبلع نص الهوة في معدتك خلي معدتك اتجاد تلاتة اللي انا جاي عشان هنهارضة المياه الغازية المياه الغازية عادة سيئة جدا موسيقى